السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد أفادت تقارير إعلامية صادرة اليوم أن وزارة الدفاع الأمريكية بدأت بالفعل في الإعداد لإنشاء قاعدة عسكرية لها بالجنوب المغربي وذلك مباشرة بعد اعتراف الرئيس ترامب رسميا بسيادة المغرب على صحرائه والمعطيات المتوفرة حاليا تشير إلى أن الاحتمال الأقرب هو قيام الجيش الأمريكي بنقل جزء من قواته المتواجدة بألمانيا إلى الجنوب المغربي في إطار إعادة نشر وحداته عبر العالم وأضافت ذات تقارير الإعلامية الصادرة اليوم أن المباحثات بين الجانبين المغربي والأمريكي قد انطلقت خلال يومين الماضيين دون أن يتم الكشف عن معلومات إضافية حول مكان إنشاء القاعدة العسكرية الجديدة ولا عن عدد عناصرها وللإشارة فإن ألمانيا تضم لوحدها 21 قاعدة عسكرية أمريكية يتمركز فيها ما يقارب 34 ألف جندي من مختلف وحدات الجيش الأمريكي هذا وقد شكل الخبر ضربة صادمة أخرى لأعداء المغرب الذين كانوا يتوهمون أن اعتراف ترامب بمغربية الصحراء قد يترجعوا عنه الرئيس الجديد بايدن إذن كان هذا هو أهم ما جاء في الفيديو ديالنا ديال اليوم فإلى عجبك الفيديو ما تنسى شدي الإرجام كذلك تخلينا شيء تعليق تحفيزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته